فبالذكر والفكر وفي أثناء هذا الطريق يحدث ما يسمى بالإشراقات والإشراقات نوع من أنواع صفاء القلب صفاء النفس صفاء الهوء صفاء العقل فيكون الإنسان ما يسمى بالبصيرة كأن عين قلبه قد انفتحت فترى أشياء قد لا يراها الإنسان الذي لم تنفتح عنده البصيرة بعد ويتعجب عندما يسمع هذه الكلمات هذا هو الفتح فتوح العارفين بك أن البصيرة تتحرك أن البصيرة بالذكر والفكر وبسبب الذكر والفكر تنفتح فيرى الإنسان من الحقائق ومن الآداب ومن اللباقة واللياقة ما يعلمنا الأدب مع الله في طريق الله فهذا هو منخص بسيط لواحدة من عشرين إشراق من الإشراقات هناك الإلهام هناك الرؤى هناك الكشف هناك الأسرار هناك الأنوار ولكن هناك الفتح والفتح هذا هو انفتاح البصيرة فيتعلم بها الإنسان آدابا أعلى وأرقى وأنقى في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يتأدب مع الله ومن تأدب مع الله تأدب مع الخلق ومن تأدب مع الله تأدب مع نفسه وهي هذه العلاقات الثلاثة التي يقول فيها القلب تق الله حيثما كنت العلاقة بيني وبين ربي وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها العلاقة بيني وبين نفسي وخالق الناس بخلق حسن يسهل عليه الخلق الحسن